عصفة من الانتقادات وجهت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو على ضوء اتهامه للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدم توقعها الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري نتنياهو عبر عن هذا صراحة عبر حسابه الرسمي على موقع اكس إذ قال إن الأجهزة الأمنية لم تحذره من هذا الهجوم قبيل حدوثه لكن هذه التغريدة قُبلت بهجوم شديد على نتنياهو الذي اتهم بمحاولة إبعاد مسؤولية ما حدث عن كاهله فما إن ارتفعت حدة هذه الانتقادات داخل إسرائيل سرعان ما حذف نتنياهو التغريدة ليس هذا وحسب وإنما قدم اعتذاراً للإسرائيليين معلناً دعمه للأجهزة الأمنية لكن هل تعرفون من وراء التغريدة التي قلبت تل أبيب؟ إنها سارا نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية إذ قال الإعلام الإسرائيلي إنها ضغطت عليه لنشر التغريدة لاعتقادها أن زوجها لم يبعد التهمة عن نفسه بما يكفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا